موسيقى 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 حسناً معكم إن شاء الله في هذا الفيديو نسكر كل شيء نسكر الأشخاص اللي يقولون هل يباد يغنيني عن لابتوب ولا لا كبداية راح أتكلم معاكم عن لابتوبات أو تابلت اللي موجود في الويندوز اللي هو 2N1 مثلاً الجهازة النفستي أنا استخدم الميكروسوف سيرفس لتقريباً سنتين وجهاز ممتاز ما في أي شيء يعني لابتوب متكامل ويندوز كامل واستخدم الايباد الايباد ما استغنى عنه برضو ايباد متكامل لكن كبداية إنك تصنع لابتوب وتخليه بالماوس استخدمه بالتركباد فجأة بعد سنتين ثلاث سنوات تقول تبي تخلي باللمس هل دي صح؟ هل تحس إن دي الحركة إنه ممتازة وراح تفيد الأشخاص أو إنك تصنع ايباد ويكون باللمس وراح تحوله حين لحق تركباد هل دي أفضل وما دي؟ إنه جهاز ما كان باللمس ويتحوله لمس أو جهاز باللمس راح تحوله بالتركباد أو بالماوس فهذا العكس بين التنتين فهذا الفيديو كلاه راح يكون كدا وراح يعلمكم ليش قبل ما خلت الماك باللمس يعني ما خلت اللابتوب يستخدم لمس مثل ما وندل سوت وخلت الله باللمس يستخدم تركباد هذا العكس يعني طريقة ثاني اللي سوتها فكي بداية الكل يعرف والاشخاص اللي موجدين ان التابلت خصا الويندوز يعني اوكي قالت لك ميكروسوفت ان الجهاز 2-on-1 وتقدر تستخدمه باللمس لكن هل حقيقي تقدر تستخدمه باللمس اوكي تقدر تستخدمه لكن هل تقدر انك تسوي مهامك كلها باللمس يعني هل اني انا تقدر تفصلي هذا الكيبورد وترميه وما في تركبات وتقول لي استخدمه باللمس كامل لا ما رح اقدر استخدمه اقدر اسوي المهام ما رح اقول لك ما اقدر اسوي لكن الشي اللي بياخد مني مثلا نص ساعة رح ياخد مني مثلا 40-50 دقيقة وراح امل من التابلت الويندوز مش مصنوع لحق اللمس مايكروسوفت الا تجبر الشركات الا صير باللمس قام على اشخاص اللي يحبون ابل اولا اللي يشوفون ويندوز اوه ويندوز وصل باللمس صارت ركبات وفي كيبورد وصار باللمس ليش ابل ما بتسوي في الماك حقه ليش ابل ما تسوي لان ابل تفهمش اللي تريد تسوي لان قبل تسوي صح وانت رح تعرف انه شي صح ليكده ماكروسوفت نزلت الويندوز في الا 8 تقريبا خلتها باللمس ما نجح اي تبوينتوين ما نجح عحين اعترفت وبتسوي ويندوزتين اوكي مصنوع حق ارا ومصنوع جزالخيجو لكن تابي تصنع ويندوز خصا في الدول حقها او النيوم حقها التابلت انه يستخدم اللمس اكثر ليش لانك انت انت حط في بالك انت مشقل جهاز فاتح جهاز عندك مصنوع حق تراكباد الاكس فوق مربع صغير التصغير في ذيك الجهاز تحت الدوق حتى لو تحاول حق التابلت مود ما تقدر تستخدمه باللمس مش مصنوع حق اللمس يعني اوكي رفعنا حين وفتحنا الجهاز الجهاز مفتوح عندك طيب احن باستخدمه باللمس صعبة المربعات اللي موجودة فوق في الجوانب صعب انك تستخدمها باللمس انك فاتح بصفحة حين واجي انا اضغط هنا يعني صعب اني اصعد واضغط في الزاوية الصغيرة اللي في الجنب هذي اوكي بتحاوله التابلت مود مثلا حولنا للتابلت مود اوكي حطت لك الخيار انك تسوي كده او تسوي كده ويصير صغير عندك وترجع تسوي صعب حتى لو طيب ضغطنا هنا باللبس اوكي ضغطنا حين وطلع على الكيبور ضغطنا انتر نرجع مرة ثانية نضغط او الرجوع هنا شوفوا كيف شوفوا كيف المسافة موجودة تحت الجهاز مش مصنوع لحق لمس لو ركبت الكيبورد يكون حين افضل من اللايبات اللي موجود على السوفتيرات القديمة تيرتي بوين وان وثو مش اترين جهازة حين متركبته كده اوكي بالماوس والحركات الاكس فوق الصغيرة اقدر اضغط عليها بسرعة تكبير الصفحات وتصغيرها اقدر اضغط عليها بسرعة اضغط على الباور من تحت في الجنب اطف الجهاز سهل ليش؟ لان الجهاز مصنوع لحق السهم اللي يطلع عندك في اللمس وانت طلع مايكروسوفت ما تغنته لكن الناس يبونه بس علشان انه موجود الخيار اوكي مصنوع لحق وكيف اجأة مثلا في الكلاس وباكتب بالقلم اقدر افصله وقلبه واكتب انا طبعا من استخدام سنتين استخدمتها وقبل لايباد ما اشتري لايباد استخدمتها وقلت خلاص لا هذا مايكروسوفت هذا اللي راح تنجح لكن هذه المسنة لا مراجبني شريت لايباد ابرقم باستخدم القلم فاقدر استخدم مصاح يغنيني لكن لا يغنيني عن لايباد كثير خاصا باللمس يعني اذا جاي الكلاس وفتحت الكلاس وباكتب بالقلم اصفته كده وقلبه واكتب بالقلم بس ابي افتح متصفح انا اللي شفت نفسي كده واشوفت اشخاص كثار يمي كده يسوون اذا صرف يفتح متصفح اوشي لازم يقلب الجهاز يرجع كده ويحطه ويستخدم التركبات اذا مبتوع اوشي لازم يرسلت 2 انا يركبه اثنين حافظين يستخدم هذا الاوكي لازم تفتح وتقلب ويستخدم هذا لا ابي الجهاز كامل من وضعية واحدة استخدم اثنين واقدر احول بينهم لكنى وضعية واحدة اقترض بان اثنين في نفس الوقت وليلاسف انه يبيعونه بالكيبورد الحالة الاصل انك بيع الكيبورد معه لا تستخدمه بدونه الوضعية الثانية لا تستخدمها الموضوع قبل لا تبيع الكيبورد معه نجري لكم الفيض وعلى الحركة اللي سوتها. قبل ايش سوت قلت لك النظام اللي موجود باللمس. بعدها شوفوا بكم سنة حين حولت لكم بتركباد. لكن شوفوا الحركات اللي كيف تسوي بتركباد. التركباد يعني مضعية الاجهزة والبداية مصنوع بالحق اللمس. يعني الحركات الخروض من البرامج والرجوع في البرامج الصفحة الصفحات اللي في الجوم كيف تفتحها. الاشياء دي مبهرة في الايباد. لكن جاء لك بحركة ثانية يقول لك اوكي. نحولها باللمس. لا حطيت تركباد او حطيت لك الماوس ينقلب عندك دائرة صح هاد الدائرة تعرف وين صبعك رح يكون موجود. بس تصعد لما هلما تروح لمنحظات مكان الدان او الشير او الحادف. شوش لان الدائرة دي موجودة اللي كانها صبعك شون تندمج مع الخيار هذا. كيف تخش. طبعا هاد الحركة عشان تحلك موضوع اللمس ومع التركباد. ماكروسوفت محلتها. حطيتك وضع التابلت مود لكن البرامج مصنوعين مش لحق. قبل لا خلت لك النظام نفسه يتحول لدائرة وكيف تندمج الدائرة دي وكيف تخليك قبل قد ما تقدر اوكي تابي ترك تركباد قد ما تقدر تبتعد عن اللمس. اوكي تابي لمس بس افصل تركباد او اقلب الجهاز ينقلب لك تابلت مود تستخدم كل شيء والايقونات والاشياء الموجودة مصنوعة لحق اللمس. شفتوا كيف الحركة اللي مسوينها. فتركباد هنا والجستشار الموجود والحركات دي كلها يعني تتخيل بنفسك ان عندك تركباد الجديد. قريب لحق الايد حقتك تقدر تسوي كل شيء بايدك. قريب انت معروف ومعرفة عندك الاشياء دي كلها موجودة وتستخدم لباد من سنين باللمس. وتابي بالترك وتتحرك وتروح يمين ويصار وكيف الدائرة تندمج مع البرامج وكيف الخروج من الاربع اصاب على الشياء دي كلها فهذا النظام هذا النظام اللي هو يكون اثنين في واحد. ليش لاني نظام مصنوع باللمس وحويلت لحق تركباد بحركات خفيفة وسويتها. لكن هنا في الوندوز او في الماك لو قبلتها بتحولها باللمس. صعبة صعبة كثير تحول جهاز مصنوع لحق تركباد او ماوس الى لمس. تقدر تسويها ما اقولك ما تقدرت لحق الموجودة حين في الوندوز. لكن هل مفيدة كثير لا. ه هل تشوف الاشخاص اللي موجود حولك. لا تسأل اي شخص. شوف اللي عندهم تركباد الى الاشياء دي كلها. لجهزة الويندوز. هل يستخدم الى الان ويندوز 10 اقصد. باللمس كامل هل راح يقدرون يستخدمون ويسوون اشياء مهام بسرعة نفس ما يستخدمون الماوس. لا. فهناك موجود. لكن اوكي بس عشان تسكت الناس انها ترى موجود. طيب عدل برامجك عدل الاكس عدل خروج عدل الاشياء دي كلها عشان نقدر نستخدم. هم النظام النظام نفس يعني. النظام النفس اللي افتح لكم يال تخش في الجهاز الكميوتر الخيارات. كل شي صغير. كل شي ما تطلع ككتابة وموجودة صغير. يعني لازم تتاخد الماوس وتروح تضغط عليه. لكن بالقلم وباليد صعبة. لكن في الايباد كل شي كبير. كل شي مصنوع لحق تركبات. كل شي مصنوع لحق لمس او تركبات يعني. كل شي موجود. فالويندوز سوى لك الحركة لازم لازم شوغ عليه. لازم باقي الاشياء. لازم يقير الاشياء كلها. لازم يقير الاستخدام. لازم يقير الاستخدام. او يعني كيف تستخدم الجهاز. لازم تتغير ذلك. مش بس من البرامج اللي موجودة او من البرامج المبرمجين لنزله في الجهاز. لا. مايكروسوفت نفسها. لازم تغير النظام التعدل فيه اكثر. عشان تخلي الناس ما يستخدم تركبات يقدرون يشتخدمون اللمس في اي وقت. يعني استخدام اللمس او تركبات او الموس نفس الوقت. يعني تقدر تسوي مهام هنا وهنا في نفس الوقت. ما تقدر المثل تركبات راح يكون اسهل عليك. بعدين. نجي لحق المبرمجين عشان نسوي برامجهم باللمس. لان انت يا صاحبة النظام يا ماكروسوفت لازم انت اول شي تبدين نستب هذا وانت اللي تعدلين برامجك عليه. ننتظر ونشوف الويندوز اكس كيف راح يكون. هل راح يكون باللمس كامل وراح يكون نبني على اللمس افضل من الخيار ولا لا. قبل جاهزة قبل ما فيه اي شي هنا. قبل ما راح سوت لك الماكبوك قلت لك خلاص. النظام الماك واللابتوبات هذا جاهز لحق تركبات فما يحتاج تستخدمها باللمس. هنا لا. جاهز باللمس احين وتركبات. تقدر تستخدم اثنين الخيارات الخروج والاشيادة كلها موجودة في التركبات. الموس موجود. اللمس موجود عندك. الخيارات كلها موجودة والسهولة كلها. والجهاز القريب يمك تقدر تلمس وتسوي الاشيادة كلها. فهذا الجهاز ما قلت لكم مرة ثانية. هو المصنوع 2 in 1. اثنين في واحد. تابلت ولابتوب. هذا مش تابلت. تابلت يعني لو تيجي كلمة تابلت انه خلاص او بقدر استخدم اللمس. صح تقدر استخدم اللمس. لكن هل تقدر تسوي مهامك كلها عليها باللمس؟ لا. فقريب لحق لابتوب اكثر مما يكون تابلت. تابلت الكل يعرف كلمة تابلت انه جهاز لمسي. جهاز نفس الايباد يعني جهاز لمس كده على طول جاهز. ف2 in 1 بالنسبة لي كلمة صح بس عمل لا ما رح اقول اثنين في واحد رح اقول واحد ونصف واحد مثلا انه اللمس مش كامل يمكن. هنا 2 in 1 ايه. هنا اقدر استخدم كل شيء. لمس وتركبات وكيبورد يعني كل شيء موجود. لابتوب في تابلت مثلا. لابتوب تقول وطلبة كده وتركبات لمس موجود يعني. ففي النهاي انت التغيرت كيف. يبقى لك لحق مثلا تبيجه البرامج موجودة هنا. الورد والإكسل وكل شيء موجود في الايباد. لكن بعض البرامج وسألنا حق الدراسة لابات كده باللازم انت اعرف. الاتوة كاد موجوده في الايباد الماتلاب موجوده في الايباد. البيس بايس هاد البرامج اللي عرفها طبعا انا هدا反 empieza المتخلص become buttf Critical. amplitude. فاني انشري لي Quindi tuo windows في استخدم us Congratulations here. انت على حسب برامج حقيقتك، هل يغنيني Microsoft الآن اللي في الآيباد عن الوندوز يغنيني لكن هل كل البرامج لا؟ مثل ما قلتكم بيسبايس ليست موجود فانت لازم تغرر، تبي أفلام، تبي ألعاب، ألعاب فورتنايت ببجي موجود في الآيباد متصفح يغنيك الآيباد عن الوندوز، مشاركة أفلام يغنيك الآيباد عن الوندوز مش اللي باقي عندك، تبي تستخدم الجهاز بره على طول في كل وقت بطاريتي ممتازة يغنيك الآيباد عن الويندوز لكن باقي البرامج الثانية موجودة في الويندوز مش موجودة في العيبات فانت لازم تبحث في جوجل وتعرف الأشياء ذا كلها وتعرف شل جهاز اللي لك وشل جهاز يا لابتوب وينقل لها تابلت يعني تابلت أو تابلت وتقدر تخلكها تشكل لابتوب في الاستخدام بالكيبورد ففي نهاية الفيديو ان شاء الله الفيديو عجبكم وفهمتوا كل شي فهمتوا كيف التغيير في النظام وكيف تبدأ من نظام لمس إلى تحول تابلت اللي سوته حين تغريبا قبل وتقدر تخلي لمس الرد يعني ما تحول مية في المية لا عندك الخيارين والسلاسة بينهم تنقل بسهولة يعني أو عندك جهاز تابلت أو جهاز لابتوب كانو كمبيوتر أو كان تستخدم ماوس أو تركباد مربعة دل موجودة أحين يبقوا نحاولونا لمس وصاكتين ما تكلمنا من ويندوز 8 8.1 10 حين كم سنة شوفوا من متى إلى الآن قادم يحاولون يحاولون يقلبونا يحاولون يقلبونا لمس بس إن شاء الله إن شاء الله مع التن نقدر نقول لنا صار لمس وكسار حقيقي 2 في 1 ففي نهاية الفيديو لا تنسوا نشترك بالغناة ونشر المقطع وعمل لك المقطع وتعليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا إن يفضل دعاكم وهذا حسابي في سناب شات أتشرف بإضافتكم السلام عليكم